القواعد الأربع بعض الناس هدانا الله إياه يقول أنا مقر بأن الله هو الخالق والرازم نقول هذا هو النوع الأول من أنواع التوحيد لا يكثي لابد أن تفرد الله بأنواع التوحيد السراذة لو ذهب مرة واحدة لأسحاب القبور ودعاهم من دون الله فهو مشرق شرك أكبر تقول له اتقي الله يقول لا أنا مفرد الله أن الله هو الخالق نقول هذا كان يقول الكفار الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون كل العبادات لله عبادة واحدة لو صرفت لغير الله هذا هو الشرك الأكبر إذا لابد ننتبه لهذا بعض الناس يقول أنهم وحد ما هو التوحيد التوحيد عند هذا فقط أنه يقول أن الله هو الخالق والرازم يطوف حول القبور يذبح للجن يدعو الأولياء والصالحين من دون الله إذن هذا مثل الكفار الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم